أعلنت وزارة المالية اليوم عن إتاحة تسديد رسوم خدمات الجهات الحكومية عبر خيارات الدفع المتنوعة والمعتمدة في الدولة وذلك استجابة لاقتراحات ومتطلبات المتعاملين وبهدف توفير تجربة دفع أكثر سهولة ومرونة وكفاءة وبموجب هذا الإعلان سيصبح بإمكان المتعاملين اختيار وسيلة الدفع المناسبة لهم لتسديد خدمات الجهات الحكومية الاتحادية من خلال حلول الدفع الإلكترونية الشائعة مثل سامسونج بي وأبل بي والتحويلات المصرفية وبطاقات الخصم المباشر والإئتمان وأشارت الوزارة إلى أن الجهات الحكومية الاتحادية ستتوقف تدريجيا وعلى مدار الأشهر الثلاثة المقبلة عن استخدام منظومة الدرهم الإلكتروني كوسيلة لسداد رسوم خدمتها